يدور حديثي معكم حول الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين أول حكم عرفناه الإظهار الحلقي الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإضغام زي ما تعودنا مع حضراتكم أول حاجة بنعملها لما بنتكلم في أي أضية من القضايا أو أي جزئية من جزئيات علم التجويد أول حاجة التعريف طيب ما تعريف الإضغام الإضغام في اللغة يعني الإدخال تقول حضرتك أضغمت اللجامة في فم الفرس أي أدخلته إذن الإضغام في اللغة العربية بمعنى الإضغال طيب الإضغام في الاصطلاح أي اصطلاح علماء التجويد عرفوا الإضغام قالوا عنه إيه قالوا الإضغام إدخال حرف ساكن وركز في التعريف إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران عند النطق بهما بالحرفين حرفا واحدا مشددا وكرر التعريف مرة ثانية الإضغام في الاصطلاح أي عند علماء التجويد إدخال حرف ساكن في حرف متحرك يعني كده عندي كم حرف حرفان طيب بحيث يصيران عند النطق بهما لما تيجي تنطأ بهما حرفا واحدا مشددا قال العلماء وهذه من عادة لغة العرب في العرب لو قلت له حضرتك تنطأ حرفين واحد ساكن واحد متحرك بينهما تقارب أو تماثل أو تجانس أسهل ولا تنطأ حرف واحد مشدد أسهل يقول لك لا أنا أنطأ حرف واحد مشدد أسهل هذا هو الإضغام طيب إبا أول سؤال جاوبنا عنه ما تعريف الإضغام في اللغة العربية وعند علماء التجويد طيب السؤال الثاني متى أضغم النون الساكنة أو التنوين امتى أضغم النون الساكنة أو التنوين ركز في هذه الجزئية إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من هذه الأحرف يرملون يعني الياء والراء والميم واللام والواو والنون أول معينك تقع على حرف من هذه الأحرف وقع بعد النون الساكنة أو التنوين وجب الإضغام لازم حضرتك تضغم النون الساكنة أو التنوين في الحرف اللي بعدها يبقى إذن ياء وراء وميم والام وواو ونون جمعهم في كلمة يرملون يرملون ضم الميم واللام يرملون طيب الإضغام هذا على قسمين يعني الإضغام قسمين طيب القسم الأول العلماء بيقولوا عنه إيه إضغام بغنة إضغام بغنة طيب والقسم الثاني إضغام بغير غنة طيب إمتى أعرف إن الإضغام ده إضغام بغنة وإمتى أعرف إن الإضغام ده إضغام بغير غنة طيب أنا قلت لك حرف الإضغام كم حرف الياء والراء والميم واللام والوا والنون ستة أحرف صح؟ طيب أربعة من هذه الستة إضغام بغنة يبقى عندك كم حرف باقي حرفان بنسميهم إيه؟ إضغام بغير غنة أنا هبدأ بالسهل اللي هو إيه؟ إضغام بغير غنة في حرفيني في الرائي واللامي طب يا مولانا ممكن تجيب لنا مثال؟ نعم بالمثال يتضح المقال حضرتك لما تقول أول إضغام بغير غنة هتقبله في القرآن الكريم في سورة البقرة والذين أولئك على هدى من ربهم دي أول إضغام بغير غنة نون ساكنة وقع بعدها حرف الراء والراء من حروف الإضغام بغير غنة هتقول إيه؟ هتكرأها إزاي؟ أولئك على هدى من ربهم من ربهم حضرتك يعني كده حزفت النون من ربهم بقى عندك راء مشددة أولئك على هدى من ربهم لا تكل من ربهم من ربهم لا دي بنسميه إزهار إحنا قلنا الإزهار شيء والإضغام شيء أخر يبقى الصحيح؟ تقرأ من ربهم من ربهم طيب حرف اللام قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه من لدنه إضغام بغير غنة لوقوع اللام بعد النون الساكنة واللام من حروف الإضغام بغير غنة طيب لما كنا حضرتك عرفت إن حروف الإضغام بغير غنة حرفين اللي هم الراء واللام يبقى الإضغام بغنة كم حرف؟ يبقى أربعة لإن حروف إضغام عموما ستة خدنا اتنين خلناهم للإضغام بغير غنة يبقى يبقى عندك كم حرف باقي؟ حرفاء أربعة حروف وهم الياء والنون والميم والواو عشان ما تتعبش فيهم وعشان ما تنسهمش جمعهم العلماء في كلمة ينمو ينمو أو يومن اختار ينمو أو يومن الحروف واحدة الياء والنون والميم والواو طيب إحنا عرفنا يا مولانا ننطق الإضغام بغير غنة طيب إزاي أنطق الإضغام بغنة وعمله إزاي أقول لك لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ ركز وَمَنْ يَعْمَلْ عَنْدِ نُونَ سَاكِنَةِ وَقَعَ بَعْدَهَا يَاءَ بننطقها إزاي وَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ بتخش على طول على حرف الياء مع الغنة اللي هي مخرجها الخيشوم تمام؟ طيب بنسميه بقى هذا الإضغام إضغام كامل ولا إضغام ناقص لا هذا ما سنعرفه بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى صاحب التحفة لخص هذا الكلام اللي قلناه النهاردة في أبيات جميلة رائعة اسمعها مني كده والثاني إضغام يعني الحكم التاني من أحكام النون السكنة أو التنوين والثاني إضغام بستة أتت يعني بستة أحرف في يرملون عندهم قد ثبتت يعني جمعوهم في كلمة يرملون طيب لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علماء القسم الأول بنسميه إضغام بغنة إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم يعني بيقولك النون السكنة لما يقع بعدها حرف من حروف الإضغام لازم تكون النون السكنة في كلمة وأحرف الإضغام في كلمة أخرى ومن يعمل من في كلمة ويعمل في كلمة أخرى طب حضرتك لو لقيتهم النون السكنة وقع بعدها يأ في كلمة واحدة إياك أن تضغم طب مثال يا مولانا كلمة دنيا نون ساكنة وقع بعدها يأ لا تضغم بنسميه إيه إظهار مطلق يبقى صاحب التحفة بيقول إيه إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا أجاب لك الأمثلة كمان طيب والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة